هل حان الوقت ان العوضي يصالح حب عمرو ياسمين عبدالعزيز ويرجع لها بعد الكلام الايجابي اللي قالته عنه امبارح في برنامج صاحبة السعادة امبارح ياسمين قالت انا ما بحبش العوضي انا بعشقه وقالت كمان ان لما حدي بيجيب سيرته قدامي او بيقول اسمه قلبي بيوجعني قالت انا ما بحبش في حياتي غيره وحسب يلا ونعمل وكيل فكل واحد ازاني انا واحمد يا ترى مين الازاكي يا ياسمين وتقصدي مين بالكلام ده ناس فقال بقى حقد وغل بقى لهم سنين عملين يقزوني ما بيعملوش حاجة غير انهم يقزوني فقالت لها اسعاد يونس ربنا يسمحهم يا ياسمين فردت ياسمين وقالت لا ربنا مش هيسمحهم ربنا هيجيب لي حقي منهم يا ترى ياسمين كانت بتقصد مين بالكلام ده النسبة تقول ان العوضي طلب انه يرجعلك بعد كام يوم انت رفضتي الكلام ده حصل ولا لا فردت ياسمين على مدام اسعاد يونس وقالت لها نص الفيديوهات اللي موجودة على السوشال ميديا مش حقيقية وده الكلام اللي قالته ياسمين لمدام اسعاد يونس مبارح وزي ما قلنا لكم قبل كده يا جماعة الاتنين بيحبوا بعض جدا لكن هم حاسبين هزاي ان كل واحد فيهم عنده عزة نفس هي مستنية منه انه يبدأ ويطلب هو الرجوع وهو مستنية هي كمان انها تبدأ وتطلب هي الرجوع فهل حان الوقت انه يقول لها سامحين يا ياسمين اجبت السؤال ده اكيد هنعرفها خلال الايام اللي جاية والحد هنا يكون الفيديو خلص الى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد